اهلا وسهلا بكم في قناة جانا كروشيه النهار ده هنعمل نمط كروشيه جديد وفي نفس الوقت سهل النمط ده ممكن تعملي بيه اطاب للمفرش او ممكن كمان تكرر الوحدات ديت الجزئية ديت تكرريها وتبدأ تشبكيها من البيكو يبدأ يبقى مفرش لوحد مستقيل لمستطيل او مربع لو انت عزام ربع كمان ممكن تعمليه ربطة لسه تايب لاستخدمات كتيرة اتمنى ان هو يعجبك هنمشي خطرة بخطرة وان شاء الله يعجبك لو عاجبك اعمل لايك ومشي بكم على اصدقاء ولو جديدة معنا اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها هي عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل لفع الابعة وفي اول سلسلة بدخل وبعمل عمود سلسلة واحدة وفي نفس المكان بعمل العمود التاني سلسلة واحدة وفي نفس المكان باخد العمود التالت سلسلة واحدة وفي نفس المكان باخد العمود الابعة يبقى اول حاجة عملت سبعة سلاسل وجيت في اول سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود بقى عندي كم فرج من جير السبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست سلاسل بلف الشر عندي هنا واحد اتنين تلات فرجات مش هعد الست سلاسل تلات فرجات يبقى الوسط هو التاني يبقى هشتجل في التاني هشتجل ايه اول عمود سلسلة في نفس المكان تاني عمود سلسلة وفي نفس المكان تالت عمود سلسلة وفي نفس المكان رابع عمود في الشكلات ابدأ اقارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عندي هنا دايما مش هعد الفراغ بتاع الستة سلسلة هنا عندي تلات فرجات يبقى في الفراغ رقم اتنين هو ده اللي هيخد فيه اربع عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة بالشكل ده العمود التاني سلسلة العمود الثالث سلسلة العمود العمود ابرابة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة الاف في الشر لفعل ابراه البرابة التاني هاخد فيه اول عمود سلسلة تاني عمود سلسلة تالت عمود سلسلة رابع عمود شايفين كده هنا بقى عندي فراغين ستة عمود وهنا فراغين ستة عمود بعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل هبروح على فراغ ستة عمود هياخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سلسلة هبروح الفراغ بتاع ستة سلسلة تاني وااخد حشو بعد كده باخد سلسلة واحدة ولف الشر من داخل الفراغ بتاع ستة سلسلة هياخد وفزة حشو بعد كده نص عمود بعد كده باخد خمسة عمود باخد من حلقتين في حلقتين اول عمود تاني عمود تالت عمود البابع الخامس بعد كده باخد نص عمود زي ما عملنا قبل الخمسة عمود بالشكل ده بعد كده باخد اتنين حشو واحد اتنين بعد كده هتقابلني هنا في الفاصل كان فيه جبزة حشو هنا باخد فيها منزلك كده بقيت في الوسط بعد كده بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر 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 سلسلة هنزل تحت كده وعد اول واحدة تاني واحدة تالت سلسلة ادخل كده فيها بالابع وباخد منزلك وبعدين السلسلة بقم اتنين وبعدين السلسلة بقم واحد وصلت للحشو اللي كنت بدء منها هياخد منزلك كده انا وصلت للوسط تاني وتكون عندي حلقة في الوسط هنا ما بين الفرار ده والفرار ده شايفين الحلقة بعد كده من داخل الفرار ده هياخد اتنين حشو واحد اتنين نص عمود خمسة عمود العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث عمود البابع العمود الخامس بعد كده نص عمود واحدة حشو وفي السلسلة شايفة واحد اتنين تلاتة سلسلة لان الفرار ده كان تسعة سلسلة في ثالث سلسلة باتخل كده وبعمل منزلك بعد كده ببدأ تاني بقى واحد اتنين تلاتة سلسلة لان انا هنا سيبا تلاتة عملت في ثالث سلسلة منزلك وهنا تلاتة يبقى كأنهم ستة سلسلة كان عندي هنا ادي واحد اتنين تلاتة ما ليس جعوب الفرار بتاع الستة سلسلة تلات فرارات الفرار اللي في الوسط هو اللي باشتغل فيه باشتغل فيه عمود الاول سلسلة وفي نفس المكان العمود التاني سلسلة العمود التالت سلسلة لعمود ابابع وابدأ اشتغل تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة ولف الشغل في الفرار رقم اتنين فرار الاول لا الفرار التاني هو اللي باشتغل فيه باشتغل تاني عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة همود فرارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لف الشغل فرار التاني باشتغل فيه العمود بتاعتي عمود سلسلة لعمود التاني سلسلة لعمود التالت سلسلة لعمود ابرابع بالشكل ده نكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي في الشغل لفعل ابرابع باشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة لعمود ابرابع يبقى باشتغل اربعة عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة لفعل ابرابع وباشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة لعمود ابرابع وكارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ولف الشغل اشتغل اربعة عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة لعمود التاني لعمود التالت لعمود الرابعة وطبع ما بين الاول والتاني سلسلة والتاني والتالت سلسلة والرابع والتالت سلسلة طيب دلوقتي عملنا كام واحد اتنين شايفين الجربزة بتاعتنا ها طبيعا بقى اتكون عندي فراغين من ستة سلسلة بعد الجربزة بتاعتي ماليش بالتلاتة سلسلة مش هعده فراغين من الستة سلسلة هنا بقى هبدأ الجربزة بتاعتي هعملها هبدأ اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل هروح الفراغ بتاع ستة سلسلة وااخد وفزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة هروح وااخد وفزة حشو بالشكل ده وفزة سلسلة ولف الشول الفراغ بتاع ستة سلسلة اللي هيقابلنا على طول اهو اللي نوردها نورد هنا تسعة وهنا ستة هنكرر بقى لما لنا هنا بالزبط اول حاجة هاخدها وفزة حشو نصة هموت خمسة هموت الاول التاني التالت ربع الخامس نصة هموت اتنين حشو واحد اتنين بعد كده هيقابلنا جبزة الحشو اللي في الوسط ما بين السلاسل هاخد فيها منزلكة كده بقيت في الوسط هاشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر 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 بسلسلة وهاجي اعد من تحت هنا واحد اتنين تلاتة وهاجي ادخل في التالتة بالشكل ده وهاخد منزلك والتانية هياخد منزلكة والاولى هياخد فيها منزلكة كده انا وصلت لجبزة الحشو اللي بدأت منها هياخد فيها منزلكة كونت الدايرة اللي هيشتغل بعد كده فيها باللون الاصفر بعد كده من داخل الفرار بتاع التسعة سلسلة هياخد اتنين حشو واحد اتنين بعد كده نص عمود بعد كده خمسة عمود العمود الاول العمود العمود التاني العمود التالت العمود البابا الخامس وبعدين نص عمود وبعدين واحدة حشو بعد كده بزوق الخيط كده عشان في السلسلة بقم تلاتة شايفين انا عندي تسعة سلاسل واحد اتنين وفي تالت سلسلة هياخد منزلك بالشكلة بعد كده بشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح الفرار رقم اتنين دلقة التاني ولا هشتغل في تاني هبدأ اشتغل تاني سلسلة عمود سلسلة العمود التالت سلسلة العمود البابا سلسلة العمود نبدأ نجارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست هنبدأ نشتغل طيب هنشتغل كام كام واحدة لحد ما نوصل سلسلة هنشتغل فراغين من في نفس الصفة دي نفس الصفة اللي بنشتغل فيها الجوبزة دي بتاعت العمدان والنص عمود والحشو في نفس الصفة ديت هنشتغل فراغين من الستة سلسلة كل فراغين من الستة سلسلة ومتعديش الفراج بتاع التلاتة سلسلة اللي بنقفل بيه لغوبزة بتاعتنا. فراجين من الستة سلسلة وهتعمل الغوبزة ديت تقراريها تاني وتبدأ تشتغلي من جديد. لحد ما توصلي بالكنار بتاعك او الحفة بتاعت المفرج بتاعتك للمقاس اللي انتي محتاجة. هنوصل بالطول اللي احنا محتاجينه وهنبقع تاني. انا كده عملت الطول اللي انا محتاجها. من الكنار زي ما انتم شايفين كده. قررت هنا. الغرزة بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ست مرات. طبعا انت بتعمليه بالطول اللي انت يحبقها. ولو هتعمليه لحفة مفرج ممكن تعمليه بطول المفرج. بالاطر بتاع المفرج. الوقت هنشوف ازاي هندخل اللون الاصفر. اول حاجة هعمل عقدة البداية. في اللون الاصفر بالشكل ده. عقدة البداية بس. وهي جهنا. فاول حلقة عملناها في الكنار. شايفين? بيدخل بالقبرة كده في الحلقة كده. واسحب الخيط بالشكل ده. وباخد حشو. بعد كده بشتجل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانين. تمان سلاسل. في الاول مش هشتجل فيها من اول التانية بادخل كده. في الوفزة وباسحب الخيط. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طبعا سبعة لان انا اخدت الاول لما اشتجلتش فيها السلسلة الاولى اتبقى عندي سبعة. بعد كده من داخل الدايرة الخضر هاخد هسحب الخيط بالشكل ده يبقى تمانين. بعد كده لفع الابر بخرج من اتنين اتنين. لفع الابر بخرج من 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 اتنين. لفع الاب بعد كده واحد ادنين تلاتة اربعة سلسلة فقفلت الجرزة الاخيرة اها شايفين بدخل بالعبض كده وباخد ونزلك كده عملت سلسلة بعد كده بضير الشغل بالشكل ده في حرف الناحية دي بدخل فيها بالشكل ده بدخل فيها كده وبسحب الخيط الاولى التانية التالتة البابعة الخامسة الستة السبعة التمنة باخدها دايما من الحلقة الخضة بدخل الحلقة الخضة وبسحب الخيط بعد كده لفا القبر بخرج من اتنين لفق الابر بخرج من ما اتنين. يبقى كل ليف الاوا virtual من اتنين. لفق الابر بخرج من كمان اتنين. لفق الابر بخرج من ما اتنين. في اتنين. في اتنين. في اتنين. بعد كده بقارتين واحد اتنين تلاعة اربعة سلسلة. امواح في الجرزة الاخيرة. بالعرض. باسحب الخيط. وباخد منزرك. كده عملت البيكو. سلسلة واحدة. وابدأ اضيار تاني الشغل بالشكل ده. وابدأ ااخد. اول جرزة. وباسحب منها الخيط. التانية. التالتة. ربعة. الخمسة. السبعة. التامنا هناخدها من داخل الدايبة. بالشكل ده. بعد كده لفع الابع وبخرج من اتنين في اتنين. كل لفع الابع بخرج من اتنين. لفع الابع بخرج من اتنين. لفع الابع وبخرج 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 من اخر اتنين. بعد كده بكرر واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة في قفلة الجبز الأخير بأدخل وبأسحب الخيط بأخذ منزلقها كده أنا عملت البيكو وببدأ كرة تاني سلسلة وهسحب الخيط من السبع جبز ومن الدايرة التامنة بعد كده بأخذ لفع الابرة بأخرج من اثنين اثنين طيب أنا عملت كم مرات لقاتي واحد اثنين ثلاثة وهتعرفين بالبيكو واحد اثنين ثلاثة هكملهم عشرة ونرجع تاني أنا كده اشتغلت العشر ادوار زي ما عملنا زي ما قلت العشر بيكو بنعدهم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده خلصت الزهرة بتاعتنا عايزين ننقل على الدايرة الجديدة عشان نشتغل الزهرة الجديدة بدون سلاسل خالص هلفوا واحد اثنين تلاتة اربعة خمس خمس لفات هبروح على الدايرة الجديدة بالشكل ده واسحب الخيط كده من الدايرة بعد كده لفع الابة بخرج من اثنين لفع الابة بخرج من اثنين لفع الابة بخرج من اثنين لفع الابة بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين كده اشتغلت عمود بخمس لفات وكده بداية الزهرة الجديدة هنشوف دلوقتي هنشتغلها ازاي بعد كده سلسلة واحدة من الداخل كده يعني بادخل ورع العمود باسحب الخيط لفع القبرة وبخرج من الحلقة اللي من كلف العمود واحد بادخل تاني من كلف العمود وباسحب الخيط لفع القبرة وبخرج من الحلقة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة من داخل الحلقة نفسها هياخد التمنة بعد كده لفع القبرة وبخرج من اتنين حلقتين حلقتين لفع القبرة وبخرج من حلقتين لفع القبرة وبخرج من حلقتين بالشكلة ده لحد ما تخلص الحلقات اللي عنتي بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة من قفلة اخر جبزة بدخل وباخد البيكو اللي هي منزلقة كده انا عملت اول بيكو سلسلة وابدأ عدة تاني بسحب الخيط من السبعة ورس دي اللي عندي اتنين تلاتة او با امسا ستة سبعة ومن داخل الدايوة الخضر ببدأ أخذ التن لفع القبرة وبخروف من حلقتين حلقتين واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وفي قفلة الجفزة الأخيرة بادخله وباسحب الخيط وبطلع بمنزلقة وكده أنا عملت البيكو التاني وهنكبع بكده لما هيبقوا عشرة زي أول واحد وفي الآخر هناخد سلسلة ونعمل عمود من خمس لفات في الحلقة الجديدة ونبدأ نكرر هنكرر لنهاية الكنار ونبقى عشان نشوف الشكل النهائي بتاعه إيه وبكده إنه يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة وده شكل الإطار أو النمط بتاع الكروشي بتاعنا أتمنى إنه هو يكون عجبك لو عجبك اعملي لايك ومشاب كمان أصدقاء ولو جديدة معانا إشيوك في القناة وفعل الجواز عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر